اسم الدرس أتدرب على حل المسائل المسألة الأولى أولاً عزم مهاجر تونسي بفرنسا على العودة إلى أرض الوطن فخرج من مقر إقامته في الساعة السادسة وخمس وخمسين دقيقة صباحاً صحبة عائلته على متن سيارته التي تستهلك معدل خمس لتر من البنزين كل مئة كيلومتر وتوجه نحو ميناء مارسيليا وبخزان السيارة ثلاثين لتر من البنزين بعد مدة من السير توقف في الطريق بأحدى المدن مدة ساعة وخمس عشرة دقيقة للإستراحة وزود سيارته من جديد بعشرين لتر من البنزين ثم استأنف السير عند الوصول إلى ميناء مارسيليا لاحظ المهاجر أنه قطع كامل المسافة بمعدل ثمانين كيلومتر في الساعة وأن كمية البنزين المتبقية بخزان سيارته تقدر بستة عشر لتر أثبت أن ميناء مارسيليا يبعد ستمائة وثمانين كيلومتر عن مقر إقامة المهاجر أولاً يجب أولاً أن أحسب الكمية المستهلكة من البنزين الكمية المستهلكة كمية البنزين التي توجد بالخزان عند استقالة السيارة مع كمية البنزين المعبئة بعد مدة من السير إلا كمية البنزين المتبقية في الخزان ثلاثون مع عشرون إلا ستة عشر يساوي خمسين لتر إلا ستة عشر لتر يساوي أربعة وثلاثين لتر المسافة المقطوعة بالكيلومتر كمية البنزين المستهلكة على معدل استهلاك السيارة لمئة كيلومتر في مئة أربعة وثلاثون على خمسة في مئة يساوي ستمائة وثمانين كيلومتر أن المهاجر وصل إلى ميناء مارسيليا في الساعة الرابعة وأربعين دقيقة بعد الزوال الإجابة زمن السير المسافة على معدل السرعة ستمائة وثمانون على ثمانون في ستون يساوي خمسمائة وعشرة دقيقة يساوي ثماني ساعات وثلاثين دقيقة ساعة الوصول إلى ميناء مارسيليا ساعة الانطلاق نحو الميناء مع مدة السير مع مدة الاستراحة ست ساعات وخمس وخمسون دقيقة مع ثماني ساعات وثلاثون دقيقة مع واحد ساعة وخمس عشرة دقيقة يساوي خمس عشرة ساعة ومئة دقيقة يساوي ست عشرة ساعة وأربعين دقيقة أي أربع ساعات وأربعين دقيقة بعد الزوال اشتركوا في القناة